موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في الجزء الثالث وقبل الاخير من حل كتاب الايتب جرامر نسخة 2019 واللي هيكون فيه من شابتر سيفن لشابتر ناين واللي ما شافش الجزء الاول والتاني هيلاقي الرابط في الديسكريبشن اسفل الفيديو وزي معطى حضراتكم هيكون في اسئلة في اخر الفيديو جات في امتحانات بالفعل. وبتمنى من حضرتك لو عجبك الفيديو تدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شابتر سيفن انوانه بتكلم في عن صفات المقارنة وصفات التفضيل. وهنا لازم اوضح حاجة يا جماعة الصفات بتنقسم الى نوعين اللي هي الصفة زاتة مقطع واحد اللي احنا بنسميها صفة سيارة زي صفات ديت لما بنجي نحولها لصفة مقارنة بنحط للصفة وتلحق بكلمة زان. اما لما بنجي نحولها لصفة التفضيل بحط قبل الصفة زا وبعد الصفة يعني مسلا طويل في المقارنة تبقى اطول من وفي التفضيل يعني الاطول. اما النوع التاني من الصفات هي يعني اكتر من مقطع اللي احنا بنسميها الصفة الطويل. المقطع ببساطة كده هو ما يحتوي على حرفه متحرك ويمكن نطقه بشكل مستقل. يعني كلمة زي يوز يوز ده مقطع مقطع تاني كده الصفة دي مكونة من مقطعين. تلت مقاطع. برضو هي مش تفرق معي سواء كانت مقطعين او تلت مقاطع او اربع مقاطع هنا بنسميها صفة طويل. لما بنجي نحولها لمقارنة بنستخدم يعني اما مور الصفة زان او لس الصفة زان. يعني مثلا مثال بمعنى اغلى من او بمعنى ارخص من. وفي صفة التفضيل بحط قبل الصفة زا موست او زا لست. يعني زا موست يعني الاغلى او زا لست يعني الاقل غلوة. هبدأ على طول. اكزامبل وان. زان زا ريفينيو ان تو ساوزن ان تولف. طبعا هلاحز ان عندي كلمة زان والصفة بتاعته صفة قصيرة فهاخد صفة منتهية باي ار الحل بتاعي طبعا هلاحز ان عندي الخطأ واضح جدا في كلمة طالما عندي زان والصفة اللي قبلها صفة قصيرة يبقى تاخد صفة منتهية باي ار يبقى الحل بتاعي طبعا لو لاحزت عندي زان والصفة اللي عندي صفة بولايت صفة اكتر من مقطع دي مقطعين بو لايت بو مقطع لايت مقطع يبقى الحل بتاعي اقدب من طبعا هلاحز ان عندي هنا كلمة زان يبقى انا محتاج صفة منتهية باي ار طالما الصفة قصيرة يبقى الاختيار بتاعي رقم سي اللي هو طبعا هنا عندي كلمة از اذا تساوى اتنين في صفة بستخدم از صفة از فالاختيار بتاعي رقم سي ما يأتي بين از از صفة مجردة يعني بدون اضافات طبعا انا لسه اين من شوية اللي هو بيجي بين از از صفة مجردة وفعلا افكتف صفة مجردة بس هنا ملحوظة لازم تاخدوا بالكم منها يا جماعة انا مش بصف اسم انا بصف الفعل موف لاحز معاك هنا طبعا هنا انا بصف الفعل موف يتحرك يبقى انا محتاج ظرف يبقى الخطأ بتاعي في رقم دي افكتف وصح افكتف لي طبعا لو لاحزت معايا هنا ازاي يبقى انا محتاج صفة منتهية بي اس تي طالما الصفة قصيرة يبقى الاختيار بتاعي رقم بي لارجست طبعا هنا برضو هلاحز ان انا عندي زا يبقى انا محتاج صفة منتهية بي اس تي يبقى الخطأ في رقم دي وصح كويكست اكزامبل لاين when he was out in the desert all alone he felt like space longlist man in the world longlist صفة منتهية بي اس تي يبقى الاختيار بتاعي رقم دي صفة قصيرة اي اس تي اكزامبل تن ات السيد ذات كوستاريكا هاد اموست بيوتفول سانسيتس بكوز افزا وي زا لايت هاتزا واتزا واتزا افزا اوشان طبعا هنا الخطأ واضح في كلمة اموست بيوتفول هنا موست بيجو قدامها زا يبقى الخطأ في رقم بي اي وصح ان انا استبدلها بكلمة زا زا موست بيوتفول الاجمل هادخل على شابتر سيفن كوز one my grandfather has always bought cars from the same automobile company they are space only cars he drives طبعا هنا كلمة only يبقى الاختيار بتاعي رقم سي زا the only cars السيارات الوحيدة two did you know that they have كمبتيشنز for ugly dogs where they choose the one that is طبعا هنا هاخلت هحتاج صفة تفضيل فالاختيار بتاعي رقم ايه اغليست انت تعرف ان هم عاملين مسابقات للكلاب القبيحة وبيختاروا طبعا فيها اقبح كلب يبقى انا محتاج صفة التفضيل اللي هو اغليست three the money that was spent on this house by the new corporate owners who was not as space as the money spent on that house طبعا اللي بيجي بناز از صفة مجردة فالاختيار بتاعي رقم ب اللي هو much four the results of the people who took their time and double checked their work where more accurate space those of other groups طبعا هلاحظ ان هنا مور صفة طويلة يبقى انا محتاج زان على طول اللي هي رقم دي five there are plenty of hard metals however diamond proves to be the space known to man يبقى انا هنا عندي زا فاختار صفة متابة است ورقم بي hardest six the طبعا هنا عندي از فمحتاج ان انا ادور على از صفة از او الظرف از بما ان انا عندي الفعل بمعنى غردة يبقى انا محتاج زرفي يبقى انا الاختيار بتاعي رقم دي not as sweetly as seven the responsible teenager was not space as her friend who spent her whole paycheck on a manicure طبعا هنا لو لاحظت عندي از يبقى انا محتاج زي از 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 صفة از فالاختيار بتاعي رقم بي از eight grizzly bears are much is best than architect polar pairs but just as precious طبعا هنا عندي زان فمحتاج صفة متابة اي ار يبقى الاختيار بتاعي رقم بي smaller هادخل على ال error correction nine a nicholas made with gold diamonds and platinum is most precious than one made from sterling silver and semi precious stones طبعا هتلاحظوا معايا كلمة زان فمش هينفع معايا كلمة most اللي رقم بيها اختارها خطأ والصح ان انا استبدلها more more precious than او مور صفة طويلة زان ten the car collectors in nineteen fifty seven it was cleanest than the brand new cadillac park next to it طبعا لو لاحظتم معايا جماعة عندي هنا كلمة زان فمحتاج صفة متابة اي ار يبقى الخطأ في رقم be cleanest وصح cleaner cleaner than eleven after the students bit into orange and lemons they determined that orange were not like tart as lemons طبعا لو لاحظتم معايا as فانا محتاج كلمة as يبقى الخطأ في رقم be like وصح as twelve dogs are back animals that enjoy socializing and are easily trainable while cats are more solitary from dogs and are very difficult to train طبعا هتلاحظوا معايا ان انا عندي هنا كلمة more solitary يبقى انا محتاج زان يبقى الخطأ في رقم see from وهستبدلها بزيه سيرتين I don't stay out very late midnight is usually the late I stay out الخطأ واضح في كلمة late اللي هي رقم D وهستبدلها بlatest عشان عندي قبلها زيه فورتين not all meters are created aquan for example iron aloys are a mixture of two or more meters that make them strongest than pure meter طبعا هتلاحي عندي كلمة زان فالstrongest الخطأ اللي هي رقم دي واستبدلها بstronger stronger than aquaman هدخل على شابتر ايت وعنوان وبروناونس الضمار اجزامبل وان طبعا هلاقي الفعل فالضمير البديل عنده رقم ايه اللي هو هي وضمار الفعل اللي هي والهي والشي والوي واليو والزي تحل محل الفعل وتأتي قبل الفعل ملخصة انها تأتي قبل الفعل فانا عندي فعل بقى الاختيار بتاع ضمير فعل رقم ايه هي example two my grandparents put the house in nineteen forty eight but space have renovated it many times since then نفس الجملة بالضبط بس بداي الفعل بتاع my grandparents بمعنى اجداد يجمع فالضمير بتاع رقم c اللي هو ازاي وبرضو قبل الفعل example three the president spoke about the need for more affordable housing but they failed to address the lake of jobs and opportunity طبعا هلاحز ان نفعل الجملة the president اللي هو رئيس الجمهورية بس تبدله بالضمير هي من ازاي يبقى الخطأ في رقم بي زاي وصح هي example four the members of the group didn't realize that the story was about space because their names had been changed. طبعا هلاحز عندي حرف القرق اباوت وما يأتي بعد حرف القرق يكون ضمير مفعول ضمائر المفعول آآ من اي مي هي هي هير ات ات وي اس يو يو زي زم فانا محتاج ضمير مفعول آآ يبقى الاختيار بتاع رقم ايه زم. example five to make your company successful you should hire people space you can trust. عشان تخلي الشركة بتاعتك ناجحة يجب ان تستأجر الناس التي تصد به. فانا انا بتكلم هنا عن فاعل عاقل او مفعول عاقل فاختار هو او هوم. هو تحل محل فاعل عاقل فبيجي وراها فعل. انما هوم تحل محل مفعول عاقل وبالتالي يتبعها مفعول. فانا لو لاحظت بعد النقط عندي يو مش فعل فالاختيار بتاع رقم ايه هوم. example six the الخطأ واضح في حرف الجر فور اللي هو رقم ايه وهستبدله بضمير الوصل هو. هو يتبعها فعل. الاطباء الذين اقاموا العملية الجراحية. هدخل على شابتر ايه كوز. one issue is with the wear how the supervisors for communication skills and the attendance policy. طبعا ايشو هنا اسم فمحتاج قدامها صفة ملكية يبقى الاختيار بتاعي رقم قضيتها. two my mother was too impatient to wait for me so she clean the house. لذلك هي نظافة البيت بنفسها. يبقى الاختيار بتاعي رقم دي. ضمير المنعكس من she herself. three the teacher approached me after class to ask why I had forgotten to bring space box. طبعا هلاحز كلمة بوكس ده اسم فانا محتاج قدامه صفة ملكية يبقى الاختيار بتاعي رقم بي ماي. ليه انا نسيت احضر كتبي. four. ايفان بلايس باسكتبول افري سرس داي اندهي ليفت اسباس شوز طبعا كلمة شوز اسم فانا محتاج قدامها صفة ملكية اللي هو رقم ايه بيلعب كورت السلة كل خميس لذلك هو ترك حزاؤه. five our is just over the hill is based is another ten miles point hours. طبعا هلاحز في بداية الجملة ان هو ال our cabin الكابين بتاعتنا في الجملة التانية هيقول الكابينة بتاعتهم. وبما انه ما ذكرش الاسم يبقى انا محتاج ضمير ملكية وليسا صفة ملكية فالاختيار بتاعي رقم بي زيرز. الفرق بين صفات الملكية وضمار الملكية صفات الملكية اللي هي ده بيجي وراها الشيء المملوك او الاسم المملوك. اما ضمار الملكية اللي هي لا يتبع اسم او لا يتبع الشيء المملوك. بما ان الاختيار بتاع في اول الجملة فانا محتاج ضمير فعل. يبقى من حق افكر في اي او هي او شيء. وبما انه عند يبقى الاختيار بتاعي رقم اي? اي. سيفن طبعا انت ذهبت للطبيب عشان تستلم نتائج اختبار الطباء بتاعتك هنا اسم يبقى انا محتاج صفة ملكية يبقى الاختيار بتاعي رقم اي يور. هدخل على الخطأ واضح في كلمة اللي هي رقم اي والمفروض استبدلها بهي. هو يجب ان يفعلها ويفعلها بشكل كويس كمان عشان يكتزل اختبار. الخطأ واضح جدا في كلمة اللي هي رقم دي والمفروض ان انا استبدلها او لان بداية الكلام مضارع مضارع مش ماضي. الخطأ واضح في كلمة اللي هو رقم دي والمفروض ان انا استبدلها نفسه لان انا بتكلم عن رئيس الجمهورية الخطأ واضح في اللي هي رقم اي والمفروض ان انا استبدلها بالضمير الفاعل زي لانه في اول الجملة. طبعا لو لا حست في بداية الجملة بتكلم على كلمة يبقى الخطأ واضح في كلمة اللي هي رقم دي والمفروض ان انا استبدلها شعبها اتس بيبل تكلم على الدولة وغير عاكم. سرتين فريدا كيلو اكسبلورد مني ديفران سيمس ستش از اي دين تريس انجيندر ان يور بينتينج. لحظوا معايا يا جماعة ان بداية الجملة فريدا كيلو لو انا عايز لها صفة ملكية هيبقى صفة الملكية هير. يبقى الخطأ في كلمة يور اللي هي رقم دي وهستبدلها بكلمة هير. فورتين. طبعا بداية الجملة ضمير اي وضمير المنعكس من اي مايسيلف يبقى الخطأ في كلمة هير سيلف اللي هي رقم اي وهستبدلها بمايسيلف. هدخل على شابتر نين وعنوانه نونز. اجزامبل وان. الشفات تستطيع ان تجد تنوعات من هذه الوصفة. يبقى انا محتاج اسم اللي هو رقم ايه. صفة. فعل. صفة. يبقى اللي اختار بتاعي رقم ايه. بالرغم ان احنا وجدنا اختلافات قليلة. يبقى الخطأ واضح في كلمة اللي هي رقم سي وهستبدلها بكلمة اختلاف صفة بمعنى مختلف. نون بمعنى اختلاف. هنا الفرق بين زير وزير وزيع. اجزامبل سري. طبعا بعد النقط هلاحظ ان عنده فانا محتاج زير اللي هي رقم سي. زير وز ناصن لم يكن يوجد. اجزامبل فور. طبعا بعد النقط هلاقي كلمة فالاختيار بتاعي رقم زير زير ليدر يعني قائدهم. اجزامبل فايف. طبعا الخطأ واضح في كلمة زير اللي انا المفروض يستبدلها بضمير الفعل زي لان وراها فعل. طبعا اختار اين ستعقد النزهة. يقول الاختيار بتاع رقم سي اين? اجزامبل سيفن. الخطأ واضح في رقم لان المفروض ان انا اشيل حرف الجرفور واستجمل الجملة بدونها. يعني الناس في المجتمع هي اللي هتحدد متى ستدار الحكومة المحلية? هدخل على شابتر ناين كويس. كيفين ريسيف ده اريز بكوز هز اسبايس وز بليز دو وز جوب طبعا ايه امبلوية ده فعل? بي امبلوينج فعل? آآ سي امبلوية ده صاحب العمل ودي امبلوية يعني موظف. طبعا هو حصل على مكافأة لان صاحب العمل كان مبسوط من ادائه. فيبقى الاختيار بتاع رقم سي امبلوية. هو حدد اللي هو محتاجه هو فنجان شاي. يبقى ما يحتاجه يبقى الاختيار رقم بمعنى ما او ما ازا. طبعا عندها مسئولية يبقى الاختيار بتاع رقم دي. برضو نفس الفكرة هو حدد ما يحتاجه يبقى الاختيار بتاع رقم بمعنى ما او ما. طبعا هنا عايز اسم يبقى الاختيار بتاع رقم بمعنى اجتهاد. الاختيار بتاع رقم دي بمعنى اين كان او مهما كان. اين كان هي هتطلب الى الغداء يجب ان تأكله بصورة. سيفن سبيس زي وير جوينج تو دينار ذات نايت كيلي وانتشيكن. طبعا بما اني بتكلم على مكان فاختار اينما كانوا زي اذهبوا لتناول العشاء تلك الليلة كيلي ارادت الدجاجة. ايت زي سبيس وز كامنج ان تيوز دي طبعا هنا اا اللي هيجي يرسم هو الرسام يبقى الاختيار بتاع رقم بي بنتر. هدخل على الارر كوريكشن. نين زي ور ريدي تو جو انا تريب تو هاو زي اول جرو اب. طبعا الخطأ واضح في رقم سي ليها والمفروض ان انا استبدلها هما كانوا جاهزين يروحوا رحلة للمكان اللي هما نشأوا فيه. الخطأ واضح في كلمة زات اللي هي رقم سي وهستبدلها بكلمة و. بسبب العاصفة السلجية ريني ما قدرتش تشوف ما يوجد على بعد. الخطأ واضح في كلمة اللي هي رقم دي والمفروض ان انا استبدلها بصفة انا عندي هنا في ربطو بي اللي هو فمحتاج صفة. الخطأ واضح في كلمة اللي هي رقم ايه واستبدلها بهو. الشخص الذي يرى ابرسون هو سيز. لو لاحظتم معايا هتلاقوا صفة ملكية هز. صفة الملكية بيجي وراها اسم مملوك يبقى الخطأ في كلمة اللي هي رقم دي لانها صفة وانا محتاج اسم اللي هو طبعا الخطأ واضح في كلمة زات اللي هي رقم ايه والمفروض ان انا استبدلها بهو. ما انترك الباب مفتوح هنسامح لأوراق الشجر تدخل حجرة المعيشة. هدخل مع حضراتكم على الامثلة اللي جات في امتحانات بالفعل. طبعا انا عندي اسم غير معدود فالمفروض ان انا اختار ولكن بما اني عندي كلمة زان فهعمل مقارنة فالاختيار بتاع هيكون رقم ايه مور مور جوس زان الخطأ واضح يا جماعة في كلمة لان دي هي الضمار ملكية وضمار الملكية ما بجيش وراها الشيء المملوك. فهستبدلها بصفة ملكية اللي هي عشان تعمل شعرها. طبعا الخطأ واضح في كلمة والمفروض ان انا استبدلها بتو مصدر اعتاد ان يلعب زائد المصدر تعبر عن عادة في الماضي. اما لو بعبر عن عادة في المضارع باستخدم زائد اي من شيء. فالاختيار بتاع بلاينج والصحي. فور ايووك افري داي امايل. سبيس ماي اوفيس. فروم ان تو تو ان فروم ان فور. طبعا فروم ان فور دي استبعيدها خالص. يبقى هفكر في الاتنين دول. بس انا همشي كل يوم ميل الى ومن المكان. يبقى الاختار بتاع اخر جملة طبعا بما انه عندي كلمة يبقى الكلام مضارع بسيط فالخطأ في والصح ما تنساش اللايك والسبسكرايب للقناة لو عجبك الفيديو وادومتم في رعاية الله.